وفي أعقاب تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس أعرب وزير الخارجي المغربي ناصر بوريطا عن تقديره للدور الكبير الذي لاعبته الرئاسة المصرية للدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية وأكد أن بلاده ستدعم العمل العربي المشترك لتحقيق الرؤى المشتركة وعلى رأسها التنمية المستدامة من خلال تحقيق العديد من الشراكات وانطلاقا من إيمانها بأن مصير الأمة العربية رهين بتضافر جهود كل دولها تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية والتزام فعلي بمبادئ احترام حسل الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين وتعبئة طاقات بلداننا الخلقة لرفع تحديات تنميتها المشاركة الشاملة ترجمة نانسي قنقر